السلام عليكم معاكم اسماء ابراهيم النهاردة فيديو جديد ووصفة جديدة هنعمل طريقة الملوخية لو ما عندكش شربة طريقة سهلة جدا وبسيطة هتعجبك احلى حتى لو عندك شربة لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك للقناة وتفعيل زر القرص عشان يوصلك اي فيديو بينزل معانا يلا بينا عم اديرو طريقة التحذير اول حاجة هعملها هكون غالية لترومية غالية عادية عن نارة حط في مكاعم مرأة اي نوع مرأة انا هنا حطيت مرأة لحمة حطيت معلقة ملح ومعلقة بابريكا ومعلقة كوزبرة ومعلقة سبع بغارات وقلب المكونات دي قلب التوابل اسفق قلب التوابل مع المية عشان ادوب بس مكعب بالمرأة وحطيت معلقة طوم ناي خالص في المية بيدي طعم جميل جدا معلقة طوم صغيرة وبعد كده اكون اجيب الملوخية بتاعتي مخرطوها بالمخرطة او عاملها في الكبن هنا عاملها بالمخرطة بتبقى طعمها لزيز جدا عن الكبن اه هجيب بقى في طوصة الخليط ان انا عملته معاكم ده هكون رفعته على النار ياخد غلوتين اه التوابل مع المية مع الملوخية هجيب في طوصة احط فص طوم اه فصين طوم اسفق اه على معلقة كوزبرة على معلقتين زيت اه وحاول ادبل الطوم ده وبعد كده انزل بالملوخية بتاعتي طريقة سهلة جدا وبسيطة واحلى كامل لو عندك شربة جربوا الوصفة هتعجبك جدا ولو كميت الفيديو للاخر متنسانيش في لايك وشير واشتراك للقناة وطفعيل زر الجرس عشان يوصلك اي بجديد بينزل على القناة اشتركوا في القناة